يقول بالنسبة للمرأة المتوفة هل من يحملها على النعش ومن ينزل في قبرها هل لا بد أن يكون ذلك من محارمها أم لا القيام بشؤون المتوفة أمر مندوب إليه والصلاة عليه وتشيعه وحمله والمشاركة في دفنه كل ذلك من القرب التي يثاب الإنسان عليها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على ميت فله قيراط ومن اتبعه حتى يدفن فله قيراط آخر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط قال هو كجبل أحد فالمشاركة في ذلك أمر محمود وأما ما سأل عنه السائل فهو أمر فيه سعة الأولى أن يتولى إنزال المرأة في قبرها محارمها لكن لو لم يتيسر ذلك فالأمر فيه سعة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب قال للحاضرين من لم يقارف أهله البارحة فلينزلها يعني لم يحصل منه مواقعة لأهله فاشترك في إنزالها أبو طلحة ولم يكن من محارمها فالأمر فيه سعة نعم ترجمة نانسي قنقر